وفي كل حين مشاهدين الكرام السهل في تعلم اللغة الفارسية هذه الفقرة المتابعة من الكثير من المشاهدين والمطلوبة دائما وكذلك دائما نكون مع الأستاذ محمد محيو حمد الله على السلام أستاذ محمد كنت في الزيارة في العراق كيف كانت الزيارة إن شاء الله كانت موفقة صباح الخير والسلام عليكم زميلة فرح أحييك وأحيي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان أهلا بك مرة ثانية وأحيي أهلي وناسي في العراق الحبيب الذين استضافوني لمدة أربعة أيام وأعني ما شعرت بغربي أبدا وكنت بين أهلي في العراق وأحيي الجميع أذكر منهم مضيفي الدكتور غسان سميسم وكل الذين كانوا برفقة في العراق وهي طبعا من صفات أهل العراق الضيافة والكرم وطبعا نحن أهل إن كنا في لبنان أو في العراق نعم نتفضل أستاذ محمد نتابع البرامج أو الدروس المقاربة دروس اللغة الفارسية اليوم وصلنا للدرس الثامن عشر كنا في الدرس السابع عشر كد بدأنا في موضوع الأرقام والأعداد وهي أخوتي الكرام من الأمور المهمة في الحياة للتعبير عن عدة أشياء والأمور فيها يعني معظم الأمور تطلب الحديث عن أرقام لذا يتوجب أن نتقن هذه الأرقام في اللغة الهدف وفي حالتنا اللغة الفارسية نعيد هذا تحدثنا عن هذه الأرقام في الدرس السابق وعيدوها لأكمل صحيح 1-2-3-4-5-6 يك دو سي جهار شهار بانج شيش يك دو سي مثل اللغة العربية ولكن يختلف الرقم 4 برسم الشكل الكتابة الخمسة شبيه أما الحرب 6 أيضا مختلف قلية نتابع إذن من 1 إلى 6 إذن من 7 إلى 12 7 هافت 8 هاشت هافت هاشت يعني في لل7 ومشين لل8 هافت هاشت 9 نه نه مش نه نه بمعنى كله ولكن هنا نه أي 9 10 ده 11 يوز ده 12 دافاز ده نلاحظ هنا V حرف الواوي هنا V دافاز ده 11 يوز ده ده هي عشرة نلاحظ هنا أن ده هي عشرة يوز ده إذا أخفيت هذه يوز تبقى ده نه أخفيت دافاز تبقى ده إذن لقم 10 موجود في الأرقام التي تلي ده يوز ده دافاز ده تطلب بعض التمرين ليست صعبا 13 نلاحظ أيضا إذا أخفيت هذا القسم ده أي عشرة تشهر ده إذن 13 سيز ده 13 14 شهر ده ما معنى كلمة شهر أخوتي أربعة أربعة عشرة أربعة عشرة أربعة عشرة أربعة عشرة خمستعش بانز ده خمستعش 16 نراحظ رقم الستة شونز ده هف ده 17 هج ده 18 نراحظ ده في آخرها نوز ده هنا الواو أو نوز ده أي 19 العشرين بيست كيف أقول 21 22 23 وينطبق الأمر على 30 أربعة عشرة بيست نطع هنا الواو بيستو يك هنا أو بيستو يك يعني 21 يك واحد بيست 20 بيستو يك تصبح 21 كأنها ممزوجة تحس الكلمة ممزوجة هناك دمج هنا بيستو يك بواسطة ماذا هذه الأو الواو بيستو يك طيب 22 ما معنى رقم 2 في الفارسية دو نضع قبلها بيست 20 بيستو دو أي 22 بيستو س 23 بيستو تشهار 24 نفس الطريقة ونفس الترتيب نتابع طيب عندي سي 30 طيب إذا بدي أقول 31 سيو يك 32 سيو دو لم أكتب هذه الأمور لأنها تشابه ماذا بيست بيستو يك بيستو دو نفسه أيضا موجود حرف الواو بوسط حرف الواو اللي هو يربط بين الرقمين ما طبقناه على الرقم 20 21 22 23 هو إضافة واو ويك دو سي شهار إلى آخره كما تعلم إذا جئنا اللغة العربية نفس الشي أستاذ حمال تقريبا الواحد والعشرين أيضا في حرف الواو الذي يربط بين المتين أول رقمين سي هي الرقم 30 40 تشهل بدي أقول 42 تشهل دو تشهل ذا دو تشهل دو بنجاه 50 بنجاه يك بنجاه دو بنجاه سي إلى آخره ستين شاست نلاحظ هنا صاد باللغة العربية ولكن في الأرسية نقول سين صاد تصبح سين شاست 61 62 63 شاست يك شاست دو شاست سي إلى آخره هفتاد سبعين مبخمة الكلمة مبخمة هفتاد لأن الألف مفخمة نعم مفخمة مش لها هفتاد 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 يك هفتاد سي هفتاد سي طيب يعني 71 72 إلى آخره نعم هشتاد 80 طيب 81 82 83 هشتاد يك هشتاد دو هشتاد سي إلى آخره نعم هشتاد شهار إلى آخره إذا فقط الأربعة والخمسة والستة يتغير كتابتها والباقي كل نفس الشيء كتابة نفس النظام 90 نافاد فتحة فتحة ولا هنا حرف الـ نافاد 90 91 92 93 نافاد نافاد يك نافاد دو نافاد سي إلى آخره المئة ساد ساد 101 102 103 سادو يك سادو دو نعم سادو سي رقم المئتين دي فيست دي فيست 300 سي ساد نعم الـ 400 شهار ساد الـ 500 ساد ويطبق على كل هذه الأرقام ما تعلمناه منذ قليل عندها إضافة 1 و2 و3 يعني 500 واحد يعني بانسودو يك بانسودو دو إلى آخره نعم نتابع شش ساد ستمية هفت ساد سبعمية هشت ساد نراحة أن هفت هي سبعة ساد مئة هفت ساد سبعمية هشت ساد تمام مئة نحساد تسعمائة أما الألف هي هزار الألف هزار طيب ألف ومئة هزار ساد ألف ومئة نتابع في الأعداد الآن انتقلنا أخوتي الكرام إلى موضوع أيضا مهم وهو خوني فودي وهو العائلة نعم خوني فودي هنا لدي نص بسيط في اللغة العربية وفي اللغة الفارسية لنرى ما هو السيد محمد مجيدي عمره 35 سنة في عندي رقم هنا هذه عائلة السيد مجيدي السيد محمد مجيدي عمره 35 سنة ما المعادل الفارسي لهذه الجملة لنرى في الصورة التالية أغي محمد مجيدي سيوبانسول دوراد دوراد كلمة جديدة دوراد تأتي من المصدر أخوتي دوشتان وهو مصدر التملك مصدر التملك يملك عنده لديه ولكن لا نترجمه في اللغة العربية بهذه الطريقة إذن عمر السيد محمد مجيدي 35 سنة كيف أقول عبر عن هذا بالفارسية أغي محمد مجيدي أدعى الرقم يليها سال عام 35 عام أي لديه 35 عام يملك 35 عام أي باللغة العربية ماذا عمره 35 سنة نعم أغي محمد مجيدي سيوبانسول دوراد هذه الصيغة الأولى للتعبير عن السن في اللغة الفارسية هناك سيغة أخرى سنأتي على ذكرها في دروس لاحقة نتابع هذا هو سيد مجيدي اسم زوجته ليلى عمر ليلى 29 سنة كيف أقول هذا بالفارسية لنرى اسم همسرئو نلاحظنا الكسرات اسم همسرئو همسار زوجة اسم الزوجة اسم زوجته ليلى يكون ليلى اسم الزوجة ليلى وبيستنه صال دوراد عمرها 29 سنة نعم أستاذ محمد نكتفي باليوم بهذا الدرس إن شاء الله نستكمل الدروس مع حضرتك كانت الأرقام طبعا هي شيء مهم جدا لأننا دائما نستخدمها في الحديث أو في أي مناسبة ممكن أن تروح شراء شيء معها كل أمورنا فيها أرقام صحيح شكرا لوجودك اليوم معنا شكرا لك ولكل المشاهدين والمشاهدات وأحيي أخبرنيك في العلاق مجددا أحلام بك مشاهدين الكرام ننتقل إلى أحوال مناخ ودرجات الحرارة التي سجلت في بعض العواصم والمدن الإسلامية والعربية اشتركوا في القناة